وصل الرئيس الجزائري عبد المجيد بولا سبت زيارة العمل التي يجريها منذ يوم أمس إلى تركيا حيث من المقرر أن يلتقي نظره التركي رجل طيب أردوغان اليوم السبت بعدما حل الجمعة بإسطنبول رفقة وفد وزاري هام حسب بيان لرئاسة الجزائرية بيان صادرا عن الرئاسة التركية أوضح أن مباحثات الجانبين ستتناول العلاقات الثنائية من جميع الجوانب أقول وسبل تعزيز علاقات التعاون ومن المرتقب أيضا خلال الاجتماعات تبادل وجهة النظر حول القضايا الراهنة الإقليمية والعالمية